ذكرتني بقصة حصلت وكانت سبب الإسلام أحد المسيحيين لهذه الصورة الجميلة التي نقلت عن الإسلام والمسلمين يقول في أحد الدول العربية كانوا الناس داخل صالة بنك تجاري وكان البنك مزدحم مزدحم العالم مزدحمة فيه طبعا ما كانت الأنظمة الإلكترونية قد تطورت مثل الآن والناس مجتمعين في هذا البنك الذي على الكراسي والذي واقفين يقول دخله طبعا في دولة إسلامية يقول دخل لك الشائب يا الله يمشي يقول قام اثنين ولا ثلاثة مطاليق يشاروا من عندي عن كراسيهم تعال هنا يا عم تعال هنا يا عم تعال هنا يا عم وفق الله واحد منهم وخذاه سوه مثل اسوات أخوي الأستاذ أحمد ولو يستغرب الطيب من أهل هذه البلاد فقبل راسه وجلسه في مكانه ووقف كان فيه واحد مسيحي واقف من ضمن هالناس دي واقفين سأل هذا الشاب اللي قام عن الشائب قال ممكن أسألك سؤال لو أم فيه بفضول قال تفضل قال تعرف الشائب هذا هل هو قريبك أبوك عمك خالك قال لا ما أعرفه والله ما أدري أنت اسمه وش اسمه قال طيب ليش قمت وقبلت راسه وجلسته حنه هناك دره ما أحد يقوم يعني قمت أبوك وأبوك ما يمكن ما تقوم له الأم بعد سنة تؤدي لها وردة تعطيها وردة في يوم الأم غيرها ما في شيء كلا ضاربين شنه دنها على ما قالوا قال والله حن ديننا يحثنا على رحم يعني نرحم الصغير ونوقر الكبير هذا من أساسيات ديننا الإسلامي قال دينكم الإسلامي يحثكم على هذا الأمر قال نعم قال طيب كيف يبر الوالدين قال شيء عظمة الله قرر حقهم بحقه يعني ما تقدم على الوالدين أحد إلا عبادة الله عز وجل قال يا أخي ممكن تعطيني كتب عن الإسلام وعن كذا خلصوا من البنك خلصوا معاملتهم وأخذه معه وأعطاه بعض الكتب للتعريف بالإسلام وسماحة الإسلام يقول فدخل الرجل إلى الإسلام بسبب هذه المعاملة الله أكبر فالدين مهم واعظ وخطب لا هي جزء من الدين ولكن الدين المعاملة دائما ترغيب الناس في الدين بالمعاملة الحسنة بإظهار الجوانب التي حثن الدين على إظهارها ماهم بالغلظة ولا بالشدة ولا بالجلافة ولا بنهر الناس وزجرهم يا أخي الهداية بيد الله عز وجل ليست بيدك وبعدين ما تدري يمكن الله سبحانه وتعالى يختم بهذا الرجل بخادمة الحسنة أرحب يا أخونا ريالي